أكد إلياس بن صغير لعب موناكو الفرنسي أنه لم يكن في حاجة لكثير من الوقت ليبرز لجمعين المنتخب المغربي جاهزيته وقدرته على تقديم الأفضل وفرض إلياس نفسه نجما في ودية أنجولا مع براهيم عبد قادر دياس في أول ظهور له مع الأسود وقال إلياس لم أكن بحاجة لوقت طويل كي أظهر قدراتي وجاهزياتي لأن الدعم كان خياليا من أول لحظة حللت فيها بالمغرب وأجواء المعسكر ودعم اللاعبين ثم الحماس الذي كان في المدرجات وحين تجتمع هذه الظروف فهذا يساعد على تقديم أفضل ما لديك وأردف بن صغير انتصارنا أمام أنجولا كان ضروريا وحتميا هذا المنتخب يملك الجودة وعناصر تلعب على أعلى مستوى داخل فروق عالمية وزاد لذلك أن أبو التفائل أن هذا الجيل إن شاء الله سيحقق لجماعير المغرب ما تحلم به وهو اللقب الإفريقي ومع مزيد من المعسكرات والودييات سيتضاعف التناغم بين الخطوط وسنتطور أكثر لتقديم مردود ونتائج لنب الطموحات وكان بن صغير قد حضي بذوره خلال ودية أنجولا باستقبال كبير من جماعير الأسود في مدرجات ملعب قدير أصدقائي الكرام لهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد نلتقي في موعد إخباري أخرى إن شاء الله استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله